تولى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئاسة اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات وخلال الاجتماع أكد مدبولي حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دور القطع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلى لأصول الدولة كما أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة والتي أثمرت عن افتتاح مصنع بكل الأجهزة المنزلية مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية وتطرق مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية ورياضية والثقافية والسلوكية من أجل بناء مواطن صحيح ومتعلم ومتمكن قادر وواعي ومثقف